نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع الأضاحي هذا العام في 78 دولة حول العالم واستفاد من المشروع 183 ألفاً واربعمائة وتسعة عشر شخصاً ووجدت أضاحي الهلال الأحمر طريقها للمستهدفين من الفقراء والمحتاجين في أحيائهم النائية واللاجئين والنازحين في مخيماتهم المنتشرة في العديد من الدول هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باشرت منذ اليوم الأول لعيد الأطحى المبارك ذبح الأضاحي وتوزيعها عبر مكاتبها الخارجية وسفارات الدولة في عدد من الدول وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في الدول الأخرى فالهيئة عملت على توسيع مضلة المستفيدين من مشروع الأضاحي هذا العام خارج الدولة لتعزيز دورها على الساحة الخارجية وتقديم أفضل الخدمات للفئات التي تستهدفها وتساهم بصورة دائمة في توفير متطلباتها الضرورية إذ تولي الهيئة مشاريعها وبرامجها الموسمية اهتماما كبيرا وتحرص على مواكبة الاحتياجات الإنسانية عبر الخطط والآليات التي تحقق تطلعاتها في الدعم والمساندة لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة هيئة الهلال الأحمر تنفذ سنويا مشروع الأضاحي خارج الدولة في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع كافة الشعوب الشقيقة والصديقة وخصوصا تلك التي تعاني من وطأ الظروف وشظف العيش إذ أن أضاحي الهلال تساهم بشكل كبير في إدخال فرحة العيد وسروره على نفوس الأطفال وأسرهم فالهيئة تحرص على وجودها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون والمساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة وخاصة أيام الأعياد التي تسود فيها مظاهر الفرحة والسعادة حتى لا يشعر بمرارة الحرمان دون غيرهم من الذين حباهم الله برغد العيش ونعمة الأمن والاستقرار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي رأى التوسيع رقعة المشروع خارجيا هذا العام في عدد من الدول التي شهدت كوارث وأزمات أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بها بدرجة كبيرة حيث رصدت الهيئة مبالغ إضافية لتعزيز مشروع الأضاح في تلك الدول تقديرا من المؤسسة الخيرية لحجم الأضرار التي خلفتها الأزمات هناك على الإنسان والممتلكات لذلك تكثف برامجها الإنسانية في الساحات المنكوبة مساهمة منها في الحد من تفاقم المأساة ومساندة المتأثرين مشروع أضاح الهلال الأحمر يعمل على تحسين ظروف المستضعفين وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال أيام العيد المباركة في الدول التي تعاني شح الموارد وقلة الإمكانات منوها بأن المشروع يعزز أوجه التكافل والتراحم التي يتمتع بها مجتمع الدولة المعطاء من خلال تفاعله مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من شعوب العالم التي تأن تحت وطأ المعاناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر